تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في مشروع حديقة تلال الفستات مشروع تطوير ساحة جامع عمر بن العاص والمنطقة المحيطة بها وشملت هذه الجولة مناطق القصبة والحفائر والأسواق المتاخمة لساحة الجامع خلال هذه الجولة صعد رئيس الوزراء لأعلى نقطة مشاهدة لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها التي تندرج ضمن المخطط العام للمشروع وتقع على مساحة شاسعة بجوار ساحة جامع عمر بن العاص في ختم جولته شدد رئيس الوزراء على سرعة الانتهاء من مختلف الأعمال المتبقية من مشروع تطوير جامع عمر بن العاص والساحة الخاصة به